عيب عليكم يا جامعة عيب عليكم عيب عليكم معناها يجي يا فريخي يجمون فوق يلي يجي البطل يزمو يتوش في النهار نهارتها شو معناتها الدرع البطولة هي قد شهر وشهرية شو معناتها الانديا التونسية مهدد المشاركة في المسابقات المحلية والمسابقات القرية رهينة خلاص كل النزاعات من خلال منصة الكاف واخر الاخبار تقول انه تم تمديد المهلة اللي كانت 23 جوان اخرى الى ثلاثة جوية جمعية تشري في ملاعبية ما تشوفهم شي ضب المليارات وانتي بعدش تجي تعطيها وتسجحها على على هذا سوق تصرف وتعطيها فلوس اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والتحية للجميع ومرحبا بكم فيديو جديد كما سمعت معنا في المقدمة ديالو الفيروس الذي كان قد ضرب الاتحاد الجزائري لكرة قدم والخلافات الداخلية والمشاكل اللي عندهم انتقل الى تونس اليوم ايضا احتى تونس كي يعاني وهذه المشكلة واصبحت الاندية التونسية مهددة بعدم المشاركة في المسابقات الافريقية وكذلك المحلية الفيفا قد توقف النشاط الكروي في تونس بسبب الخلافات وبسبب المشاكل الداخلية لحد الان وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية وكذلك العضو في الكاف لحد الان لازال في السجن وما زالت الخلافات بينتهم بالوزراء الرياضة وكذلك الرئيس الجامعة علاكاته من الامور يوم الاعلام التونسي خرجك يتكلم في الموضوع كيقولك بانه الاندية التونسية وكذلك المنتخبات والكرة القدم مهددة بالتوقف وكذلك ايضا المشاكل اللي عندهم هو انه كيفاش فريق توج بدرع البطولة لحد الان مع طواش درع البطولة لحد الان كينلاعبين كينسالوا كينخروقات كينكثير من الامور لعقدة المأمورية داخل الجامعة التونسية لكرة القدم صراحة يعني منك تشوف نفس المشاكل اللي كان في الاتحاد الجزائري والصراعات اللي كان بعضياتهم كينة حتى في تونس وتكلم ايضا الاعلام التونسي على نقطة مهمة هي نقطة ديال اللاعبين ديال المزدوجي الجنسية قالك في تونس كانوا كيديروا معهم عقد يعني باموال كبيرة باش انهم يلعبوا مع المنتخب ديالهم احنا منك نشوفوا المقارنة ما بين لاعبين مزدوجي الجنسية في المغرب مع المنتخب الوطني مغربي يعني الحمد لله كيجيوا عن قناعة باش انهم يحملوا القاميس ديال الاسود اخواني نخليكم مع هالفيديو الاعلام التونسية تحدث على انه الاندية التونسية وكذلك المنتخبات مهددة بالتوقف بسبب المشاكل والخرقات الداخلية خليك